اشتركوا في القناة والمميز ان في الجزء الثالث اضافوا شخصيات من عالم بيكسار مثل توي ستوري وفروزن وغيرهم والرسوم تفوقت على افرام بيكسار بشهادة منهم والغريب في الامر ان الجزء الوحيد اللي ما في اي ذكر او ظهور لاي شخصية من العاب فاينال فانتسي كأنهم متعمدين ما يحطونها وهذا شيء غريب جدا كان التسريب اللي صار ان اللعبة تسربت في المتاجر السوداء في ديسمبر 2018 يعني 6 اسابيع قبل موعد صدور الرسمي للعبة واشخاص قاموا برفع مقاطع سينمائية على اليوتيوب واشخاص تانين يحطون تغريدات بالحرك لكن نهاية اللعبة ما تسرب لان النهاية ما كانت موجودة في اللعبة الاساسية اللي تسربت واضفتها في تحديث اليوم الاول للعبة كنوع من الضمان بس طبعا تضرروا وطلبوا من الناس انهم ما يحرقون على احد اي شيء ثانية اللعبة معنا هي لعبة هاف لايف 2 هذه اللعبة تعتبر اكثر لعبة الناس يتمنون يحصلون على الجزء ثالث لها وكل سنة يصير فيه شعات تشويقات ولكن في النهاية ما يصدر شيء وليميز اللعبة هو انها كانت سابقة وقتها لما صدرت بانها كان فيها قصة عميقة وغامضة وكان فيها نظام لعب مميز بخوص فيزيائية تستخدم في اللعب وايضا في حل الغاز والتسريب اللي صار انه في عام 2003 فيه هكر الماني قدر يهكر سيرفرات فالب وقدر يحصل على ملفات اللعبة كاملة قبل صدورها وبعدين سربها في الانترنت وطبعا الشركة كانت مستاءة من اللي صار لان اللعبين قدروا يلعبون اللعبة بفترة طويلة قبل موعد صدور رسمي لها ثالث لعبة معنا هي لعبة داستيني 2 تعتبر جزء الثاني للعبة بنجي الشهيرة داستينيو هي عبارة لعبة منظور اول مغامرات وانلاين وليميزها انها كانت لعبة تكرار مهمات مع تجميع جوائز وتطوير اللاعب وشراء اسلحة نادرة ودروع وتخليك تقضي وقت طويل فيها جدا طبعا نزلها اكثر من دي لسي لكن واحد من الاضافات الجديدة تسربت قبل موعدها بحيث ان في لاعبين يقدروا يتغلغلون في عوالم اللعبة بفضل خطأ تقني وقدروا يوصلون الى قمر جديد فيها وهناك شافوا كل حاجات اللي بتكون في الاضافة الجديدة وطبعا سربوا الصور والفيديوهات وخربوا على بنجي المفاجآت اللي كانوا نوين اعلان عنها في حدث خاص لهم قريب رابع لعبة بعانا هي لعبة The Last of Us 2 اللعبة هذه تعتبر اكثر لعبة اثارة الجدل وقسمة الجمهوري للقسمين قسم حبوها وقسم كروها والاسباب معروفة ما يحتاج نذكرها اللعبة تعتبر جزء الثاني في السلسلة المنتظرة والاستيديو كرت سكلت جهوده في تطوير اللعبة وتعتبر الاضخم من ناحية المحتوى والاداء والتطوير في مجال نوتي دوك التسريب اللي صار ان في مقاطع سينمائية دسمة تسربت على الانترنت وكان فيها حرق احداث مهمة جدا واستغلوا الكارهين الفرصة وصاروا يشترون المقاطع ويخربون عن الناس بتغريدات وطبعا نوتي دوك ردت على الموضوع وقررنا تصدر اللعبة اخيرا لانها تأجلت اكثر من مرة ولما صدرت اللعبة حطمت مقييس في المبيعات وما وصلت لها الى عمت بلاستيشن قبل كذا يعني التسريب اثر في السمعة وسوت ضجة كبيرة وقتها لكنها ما اثرت على مبيعات اللعبة ككل خامس لبا معنا او خلينا خنقول سلسلة هي هيلو السلسلة هذي مشؤومة من ناحية التسريبات انا اقول لكم ليش اكثر من جزء تسرب لها مثل هيلي تو تم سرقة نسخة فعلية لها من مصنع في المانيا وبعدين تم رفع محتويات هذه النسخة على الانترنت هيليو 3 تسربت شهر كامل في الانترنت بسبب بعض المتاجر في اوروبا جتهم اللعبة بدري مقارنة بمتاجر في امريكا ولعبة هيليو ODST تسربت ايضا شهر كامل بسبب متجر في فرنسا وهيلو 4 تسربت بقاطع اللعبة وايضا القصة كاملة لها مثل ما قلت لكم تحس فيها سحر ولا شيء خليت تتسرب ما ندري هل هيليو الجديدة تتسرب بعد ولا لا وهذه كانت 5 تسربات تلعب بسبب مشاكل اعطونا رأيكم فيها واذا في تسربات ثانية اكتبوا تحت التعليقات كما معكم بعد الشيحة يا تكمل عافية ومع السلامة